بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وتخطية خاصة بشأن سفر بعسة فريق النادي الأهلي إلى المغرب استعدادا لمباراة نهائي دور أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد بالتأكيد ده مباراة مهمة جدا حدث استثنائي وبالتأكيد النادي الأهلي معاودنا دايما كل سنة بيكون موجود في الأحداث الرياضية الكبيرة بيكون موجود مع الموعد المباراة النهائية تحديدا خلال الست سنوات الأخيرة تعودنا نشوف الأهلي موجود في المراحل النهائية من أكبر المسابقات الإفريقية مسابقة دور أبطال إفريقيا البطولة بالتأكيد المحببة لدى جماهير النادي الأهلي واللي بالتأكيد النادي الأهلي بيحمل فيها الرقم القياسي عشر ألقاب قرية من ضمنهم خمس ألقاب جاءت من خارج مصر وبالتالي الأهلي يسعى لإنجاز جديد وكتابة سطر جديد في تاريخ الألقاب والبطولات الإفريقية لأن البطولة المراضي مش هتكون بطولة عادية البطولة المراضي هتكون بطولة استثنائية لأن انت بتفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي بإذن الله وده رقم قياسي لم ينجح أي نادي من قبل أن حققه وفي نفس الوقت انت فوزت قبل كده بمرتين متتاليتين دوري أبطال إفريقيا فالمراضي انت عايز تعمل إنجاز جديد وتقسر الإنجازات أو تقسر الأرقام القياسية اللي انت حققتها في الفترات السابقة وتفوز بثلاث ألقاب متتالية الرقم القياسي الثاني أنك تفوز بـ 11 لقب إفريقي يعني انت قادر يمكن أن تحاول تزود رصيدك من البطولات وبدل ما يكونوا عشرة يبقوا 11 فيه ناس ممكن تفكر تقول لك عايز أفوز بالبطولة الثانية بالبطولة الثالثة لكن انت بتتكلم في رقم قياسي 10 ألقاب قرية وبتسعى للقب رقم 11 وكلنا شفنا السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة كل كان غير صورة بروفايلو وحط الصورة الأساسية كلمة الأهلي وعليها رقم 11 إذن الكل بالتأكيد بيستعد الاستعداد ليس فقط في الملعب ولكن الاستعداد على جميع المستويات بتستعد داخل الملعب بتستعد خارج الملعب بتعمل دعم نفس ومعناه كبير جدا للفرقة وهي خلاص النهاردة بتبدأ الاستعدادات لمباراة الوداد في نهاية دوري أبطال إفريقيا كلنا عارفين الأحداث الأخيرة واللي شهدتها الساحة الرياضية سواء الإفريقية أو العربية أو حتى المحلية هنا في مصر لما تم اختيار مركب محمد الخامس لاستضافة نهاية دوري أبطال إفريقيا في البيان المعلن من الاتحاد الإفريقي يوم 9 مايو وكان هذا البيان هو بداية لفتح تحقيق حول هذه القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي في الفترة الأخيرة لأنه قرار مهما تكلمنا عليه ومهما وصفناه الكل عارف والعالم كله تكلم عليه أنه قرار كارثي لا يمط للرياضة بأي صلة ولا يعني ليه علاقة بمبدأ تكافؤ الفرص أو مبدأ الفير بليه المبدأ اللي دايما للاتحاد الدولي بيحطه كعنوان أساسي ورئيسي في مباريات كرد القدم في الفترة الأخيرة الفكرة مش استضافة مركب محمد الخامس على فكرة القامة المباريات في المغرب بتسعد جدا الأهلوية وجمهور الأهلي وفري النادي الأهلي لأن الأهلي سبق ليه في فترات عديدة الفوز بالبطولة العربية في المغرب الفوز بالنخبة العربية في المغرب الفوز على الرجاء الفوز على الوداد أنا حضرت مناسبات عديدة الأهلي رجع فيها بمكاسب سواء على الوداد أو الرجاء في ملعب مولاي عبدالله في الرباط أو حتى في مركب محمد الخامس في كذا بلنكا وآخرة كلنا عارفين من حوالي شهر التأهل على حساب الرجاء المغربي في مركب محمد الخامس أمام 60 ألف متفرج إذن نشايد المشكلة كلنا عارفيني للمشكلة أن القرار اللي تم اتخاذه كان في توقيت غير مناسب والطريقة التي أعلن بها القرار لكل وسائل إعلان طريقة ليس فيها أي شيء من الصحة أو الواقع وده تبعناه في الفتر الأخيرة لما خرج رئيس الاتحاد المغريبي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وفي الكعف وقال أن إسناد الملف للمغرب كان عن طريق التصويت أو الطريق الديمقراطي ولكن البيان الرسمي للكعف أعلن أنه جاء إسناد التنظيم للمغرب بعد انسحاب السنغال وبالتالي التضارب الموجود سواء في التصرحات الرسمية أو في البيانات الرسمية يتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرار في حد ذاته قرار معيب وقرار فيه تفاصيل غير حقيقية وقرار في نفس الوقت يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وبالتأكيد بيد أفضلية لفريق الوداد المغربي قبل ما أدخل في التفاصيل الفنية واللي النهاردة هينورني فيها اتنين من النجوم الكرة المصرية ونجوم النادي الأهل الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش وهنتكلم معهم باستفادة بالتأكيد في التخطير خاصة عن أمور عديدة هنتكلم عن الجوانب الفنية للأهل والجوانب الفنية للوداد هنتكلم عن الأطقم التحكمية هنتكلم عن موضوع التذاكر هنتكلم عن التنظيم وإسناد التنظيم للمغرب يوم 9-5 بعد تحديد أطراف المربع الزهبي وإقامة أيضا كمان عدد من أو مباريات الزهاب في الدور قبل النهائي ومعارفة أطراف النهائي بنسبة 90% كل ده هنتكلم عليه ترجمة نانسي قنقر